أسعد الله أوقاتكم متابعي قناة استاسمار عقلك الذهب بعد ما عمل قمة جديدة عند مناطق 2450 هبط الذهب بشكل قوي وأغلقنا شمعة أسبوعية للأسف سلبي هل لازم نحذر بعد هاي الشمعة هل لازم نخاف هل الذهب حاليا للبيع للشراء كل هذا راح نناقشه بالفيديو زي أول مرة بتشوفني أتمنى منك تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد إذا حال بتحصل على توصية مجانية فوريكس أتمنى منك الانضمام عن طريق رابطي حالتنا منصة اكسنس منصة سهلة سحبوا الإداعة جدا سهل فيها وأيضا حسابات إسلامية للأمان الهبوط يلي كان بالذهب غير مفاجئ بعد تحذيرنا يلي كان على قناة التليجرام بعد ارتدادنا أكتر من مرة من منطقة الدعم ما وصلنا إلى منطقة البائعين وهي كانت إشارة للضعف وإشارة لكسر الدعم على الدهب للأمان كانت إشارة جدا واضحة لكن الهبوط كان أكتر من المتوقع هبوط الدهب كان بوطيرة عنيفة وهذا بسبب تصريحات الفيدرالي المتشددة والنية لإبقاء سعر الفائدة مرتفعة هذا اللي أدى لهبوط قوي بالذهب مهم جدا تكون مشترك معنا على قناة التليجرام حتى تبقى على الطلاع أول بأول بأخبار السوق والتحليلات يلي بتنتشر بشكل يومي رابط قناة التليجرام العامة رح تشوفها بالوصف وأيضا التليجرام الخاصة إذا بدك تنضم إليه لازم تسجل عن طريق رابط إحالتنا منصة اكسلنس وتعمل إيداع وتبدأ تداول ورح تاخد مننا توصيات بستوبلوز وبالأهداف الدهب أصدقاء على فريم الأسبوع ظهرت عنا شمعة بيعية ابتلاعية نفس الشمعة اللي ظهرت لما عملنا القمة عند مناطق 2146 بعدها اداولنا بشكل جانبي بعدها صار عنا ارتفاع إذا ما رح نحكم على الشمعة الأولى بمجرد تشكلة ممكن نوصل لأقرب مناطق دعم نتداول بشكل جانبي وبعدها نشوف كسر للقمة لكن الأكيد أنه هي إشارة سلبية على الدهب ظهرت على فريم الأسبوع اللي احنا بحاجة أما لتأكيد هاي الإشارة السلبية والدخول بترند هابط يستهدف الدعم الأسبوع عند مناطق 2150 الدعم يلي إذا نفكر أنت تدخل استثمار للدهب ممكن تبدأ بدخول عند مناطق 2150 وممكن مراقبة ردة الفعل عند المناطق 2100 هاي في حال تأكدت عنا السلبية أما في حال تأكد عنا التداول الجانبي رح نحكي على أهم الدعوب إذا منشوف على فريم الساعة تشكلت عنا منطقة عرضية ممكن نمشي فيها أكتر من يوم أو يومين المنطقة العرضية تمتد من مناطق 2323 إلى مناطق 2346 ركز على السيناريوهات اللي ممكن تصير مع بداية تداولات الأسبوع القادم في حال شفنا اختراق كاذب لأحدى المستويات في حال شفنا اختراق كاذب للأسفل هاي إشارة لإعادة اختبار مناطق 2346 أما في حال بدأ السوق بالصعود مع الافتتاح وشفنا اختراق كاذب من الأعلى وشفنا هبوط إذن هي أهم إشارات لاستهداف مناطق 2323 من مناطق 2346 وممكن تكون صفقة بيع بريسك أمان تقريبا الستوبلوز رح يكون 60 أو 70 نقطة إذن صديقي أول بداية تداول الأسواق العالمية اتأكد من الاختراق الكاذبون رح يصير للأسفل ولا للأعلى السيولة اللي موجودة عنا هي بمناطق 2288 عنا دعم الأربعة ساعات 2300 في حال نزل الدهب أيضا وأخذ لي سيولي بها المنطقة هاي وعاد على دعم الأربعة ساعات ممكن احكي عن بداية تماسك وبداية ارتداد إن شاء الله وممكن ندخل بصفقة والستوبلوز رح يكون أسفل منطقة السيولة هاي تاني فرصة ممكن تكون على الدهب تالت فرصة ممكن تكون على الدهب لإفتتاح إعادة اختبار دعم المنطقة العرضية عن منطق 2323 من ثم الارتداد ومن ثم كسر هالمنطقة هاي كسر حقيقي وليس كسر كاذب لحنا بحاجة لشمعة ساعتين تأكيديات على هالمنطقة هاي بعدها ممكن نحكي عن إعادة استهداف الترند الهابط الوحيد يلي شكل عنا على فرين الساعة الترند الهابط تقريبا رح يكون قريب من مناطق 2368 مع الحذر ممكن تكون أولى مناطق البيع عند هذا الترند عند مناطق 2368 رح نحدث إن شاء الله على التليجرام اختراق هالمنطقة هاي وتأكيدها بما إنه لحنا عنا الأسبوع القادم أخبار ومعظم توقعات الأخبار هي سلبية للدولار ممكن نشوف نوع من ردة الفعل لكل موجة الهبوط يلي صارت بالنسبة للدهب والمناطق يلي لازم نركز عليها هي مناطق 2374 وممكن مناطق 2389 إلى مناطق 2390 وممكن 2400 في أحسن الأحوال إذن في حال عاد اختبار دهب مناطق 2400 تعتبر مناطق بيع جيدة للدهب مناطق 2400 أما في حال كان إعادة الاختبار فقط لمناطق 2391 رح نشوف البرائس أكشن من هاي المناطق وعلى أساسها رح نحدد إذن الدهب أصدقاء هاي ثلاث سيناريوهات يمكن تصير كسر المنطقة العرضية واعد استهداف الترند أو اختراق كاذب للأعلى اختراق كاذب للأسفل وهون انت رح تستفاد من الحركة العرضية ممكن تمتد ليوم أو يومين الحركة العرضية أو نزول إلى مناطق السيولة أخذ مناطق السيولة والارتداد أعلى دعم الأربع ساعة أتمنى تكون الفكرة وصلتك صديقي الأسبوع القادم الأسبوع جدا مهم للدولار لحنا على فريم الأسبوع عند ترند جدا مهم رح نشوف إذا تكررت عنا شمعة بيعية لاحظ الأسبوع الحالي أقفل نفس الأسبوع الماضي ما في عنا إشارات واضحة ما في عنا شمعة شرائية قوية ممكن ننتظر أيضا مزيد من الوقت لتأكيد هل رح نرتد من الترند ولا في حال كسرنا الترند ممكن يكون أقرب مناطق دعم هو المئة واثنين يعطي نوع من الإيجابية على المدى المتوسط بالنسبة للدهب خلينا نراقب أصدقاء الدولار ما زال محافظ على توازنه ما زال محافظ على المناطق يلي داول فيها للأسبوع الماضي ما زالت مناطق المئة وخمسة أيضا مناطق لحد الآن ما أقفل علىها راقب الأقفال على مناطق المئة وخمسة في حال تأكد أقفال على مناطق المئة وخمسة ممكن نشوف شمعة الأسبوع القادم شمعة تخترق لنا مناطق المئة وخمسة فاصلة ستين بهالشكل هذا إذن راقب الدولار عينك على الدولار إذا أنت متداول دهب وأيضا عينك على البيانات الاقتصادية اللي رح تكون الأسبوع القادم رابط منصر اكسينس رح تشوفه بالوصف رمز الشرك توضعه أسفل بريد الإلكتروني وأسفل كلمة سر حتى تنضم لفريق استثمر عقلك إلى اللقاء أصدقاء فيديو جديد إن شاء الله